قناة جنة تي في تقدم لكم إذا دربت نفسك على خلق معين ستجد أنه بعد فترة يصبح سجية لك لا يوجد خلق حسن لا تستطيع أن تكتسبه لكن ينبغي أن تستعين بالله عز وجل وتجاهد يعني بعض الناس يقول أنا غضوب أنا غضوب أنا هكذا لا تستطيع أن تمرن نفسك مرن نفسك على ترك الغضب شيئا فشيئا ستجد أن الغضب يبدأ يخف في نفسك شيئا فشيئا فالرفق خلق حسن تتكلفه في أول الأمر ثم تألفه تكلفه تكلفه مع أهلك لأن أصعب شيء في الخلق الحسن أن يكون مع أهلك ولذلك لا كثير من الناس لا يطيقون حسن الخلق في داخل البيت كما يقول بعض الناس في خارج البيت عسل وفي داخل البيت بصل في خارج البيت تبسم للناس ويا حبيبي ويا أخي وإذا أخطأ عليه يقول سوم حك الله وأول ما يدخل البيت ويرى غلطا من المرأة يا كذا أمك فعلت وأبوك فعل لأنه ما في تكلف يزول كل شيء في البيت فلا يبقى إلا حسن الخلق فعلا فمن أحسن مواطن التدريب على حسن الخلق في البيت لأنك إذا استطعت أن تقيم الخلق الحسن في بيتك ثق يقينا أنك ستقيم خارج بيتك ولا عكس بالدربة إذا كنت متزوجا وعندك زوجة وأولاد درب نفسك على الرفق بهم لسانا وفعلا ستجد أنك بعد فترة تألف هذا وإذا عرفت هذا الدرب بعد ذلك يصبح الأمر سهلا معك حتى عندما تواجه صعوبة في المواقف فتستطيع أن تطبق هذا الخلق الكريم نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر